وشهدين للخديث أكثر عن القرارات المفاجئة للبارتي ينضم معنا بالاستودي عضو الحزب الديمقراطية الكردستانية سيد وفاء محمد مرحبا بك معنا سيد وفاء تلوحون بالخروج من العملية السياسية وخصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية وتطالبون إدارة الدولة بالتدخل إلى أي مدى تعاولون على إدارة الدولة من جهة خصوصا أن هناك فصل بالسلطات وقرارات المحكمة الاتحادية لا يمكن طعن بها سيد وفاء بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لحظة تشوي الجميع المشاهدين قناة دجل العزيزة طبعا بيان المكتب السياسي الحزب الديمقراطية الكردستاني لم يأتي مباشرة إنما جاءت نتيجة ضغوط كثيرة وقرارات مجحفة كثيرة اليوم بيانها المكتب السياسي على عدة نقاط يعني قرارات بعدم دستورية تمديد فرلمان قريم كردستان وعدم شرعية مفوضية قريم كردستان وعدم تشريع النفط والغاز وتوطين الرواتب وإيضا إزالة المكونات يعني قرارات كثيرة جاءت مما أدى إلى الحزب الديمقراطية اليوم باجتماع المكتب السياسي وكون الحزب الديمقراطي هو الراعي للعملية السياسية والراعي لكيان أقليم كردستان فمن مصحة أقليم كردستان أن يكون هناك مقاطعة من حزب الديمقراطي كردستان هذا أولا وثانيا وفاءا للأحزاب التركمانية والمسيحية والأشورية التي قاطعت الانتخابات التي كانت أيضا حليفا للبارتي في هذه الانتخابات أما عن سؤالك مدى طلب الديمقراطي بتحمل أكيد نطالب تحمل مسؤولية من اتلاف الدولة كون أن دخول الحزب الديمقراطي لكل أستاني مع الأحزاب في اتلاف الدولة كانت على عدة مطالبات وعدد نقاط الذي لم تنفذي حد الآن لذا نحمل المسؤولية على اتلاف الدولة ونحن نعلم بأن هناك ضغوط سياسية على المحكمة الاتحادية وهم قادرون على تحديل بعض القرارات ولهذا مع تحملنا المسؤولية أيضا هناك توجه آخر في حين زيادة الضغوط على تصغير وتحجيم أقليم كردوسان سيكون هناك مقاطعة أخرى طيب المقاطعة هل ستكون فقط لانتخابات برلمان الأقليم فيد وفاء أم من العملية السياسية برمتها وأنا هنا تحدث حتى عن البرلمان والحكومة لا حاليا المقاطعة هي لانتخابات أقليم كردوسان اللي نعتبرها يعني هذه الانتخابات هي غير خاضعة لقوانين كثيرة أولا إزارة المكونات ثانيا المفوضية في أقليم كردوسان ليس لها أي دور ثالثا القضاء في أقليم كردوسان ليس له دور يعني أي شيء دستوري في أقليم كردوسان ليس له أي دور ونحن نعلم نتيجة الانتخابات مسبقا ممن تدار وحتى لا يوجد هناك مفوضين من حزب الديمقراطي الكردوساني ولهذا المقاطعة هي لعملية الانتخابات اللي هي نعتبرها مفروضة فرض على كيان أقليم كردوسان طيب الانسحاب سيكون فقط من البارتي أن هناك تنسيق مع بقية الأحزاب الكردية نتمنى على جميع الأحزاب الكردية أن يكون لهم موقف وطني مماثل للحزب الديمقراطيقية وأيضا مماثل للأحزاب التركمانية والآشورية والمسيحية أن يكون لهم دور في المقاطعة لحين انهاء عمل هذه المفوضية وتجديد المفوضية ليكون هناك مشاركة على الأقل بقضاء أقليم كردوسان له مشاركة وأيضا مفوضية في أقليم كردوسان له مشاركة حاليا المقاطعة هو فقط من الحزب الديمقراطي وبعض الأحزاب اللي قاطعوا الانتخابات قبل الديمقراطي طيب المفوضية أعلنت للأحزاب عن تقديم قوائم يعني للذين سوف يشاركون في الانتخابات ولم يبقى سوى أيام حتى تغلق برأيك أنت من البارتي هل سيتم خطوة أو هل هناك فكرة أن تخطون خطوة التيار الصدري وستقاطعون أم لا سوف يكون هناك تأجيل للانتخابات لحين الحسم هذه المسؤولية تكون على عاتق إتلاف الدولة إتلاف الدولة هي يجب أن ترد على هذا الموضوع هل هي لازالت محافظة بإتلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في المشاركة بالحكومة هل هي سوف تأخذ هذه الخطوات التي طالبت بها اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني المقاطعة حاليا فقط لانتخابات أقليم كردستان أما نستمر هذا الوضع كما هو عليه يعني زيادة في محاولة تصغير وتحجيم الحزب الديمقراطي اللي هو الراعي للعملية الديمقراطية وراعي لكيان أقليم كردستان من عام 1970 عد حصولنا على الحكم الذاتي ولحد اليوم سيكون أكيد هناك مواقف أخرى سيكون هناك مقاطعات أخرى ونتمنها أيضا مرة أخرى من الأحزاب الكردية أخرى أن يخطو نفس الخطوة التي خطاها الحزب الديمقراطي الكردستاني طيب هو ألبارتي ذكر وأنا هنا أقتبس ذكر أنه لن يمتثل لقرار غير دستوري ولنظام مفروض من خارج إرادة الشعب ما المقصود بهذا خصوصا وأنتم شاركتم بالحكومة نحن شاركنا بالحكومة وطالبنا بتنفيذ مواد الدستوري وطال لدينا أكثر من 14 إلى 15 نقطة مطالبة عند دخول إلى تلاف الدولة لحد الآن لم ينفذ ولا مطلب من هذه المطالب والمطالب هي عديدة وكثيرة وكم مرأني شرحتها من تنشعرنا فطوة الغاز من موضوع المادة 140 من موضوع حصة الموازنة من موضوع اتفاق السنجار من كثير من المواضيع التي لحد الآن لم تنفذ ولا طلب وهي نحن نعلم بها من بعض الجهات السياسية التي تفرض رأيها دائما على الحكومة الاتحادية والتي تعتبر نفسها أكبر من الدولة وأكبر من السلطة نعم نحن مشاركين في الحكومة ولكن أيضا لدينا حق الانتقاد بأن نقول بأن هذه القرارات إن كانت من البرمان إن كانت حتى تنفيذية من الحكومة أو حتى تصرف بعض الجهات السياسية أو إن كان حتى من المحكمة الاتحادية إن كانت غير دستورية فنحن اليوم إشرنا إليها ببعض النقاط الهامة خاصة المادة 117 والمادة 115 والمادة 119 كثير من المواد الدستورية التي نعتبرها مهمشة ومجمدة ومبطلة وطالبنا من اتلاف الدولة النظر في هذا الموضوع خروج البارتي من العملية السياسية بماذا سيؤدي وأنا هنا تحدث عن إدارة الدولة وعن الحكومة وحتى دوليا أكيد لا تنسين قبل فترة المونيتر هايوكات الأنباء أكدت بأنه حتى زيارة السيد محمد الشيعة السوداني إلى أمريكا ومقابلة بايدن متوقفة على أن يكون الربطة العلاقات بين الأقليم وبغداد ومطالبات كثيرة من الأمم المتحدة ومن السفارات وحتى من الاتحاد الأوروبي بأن يكون العلاقات جيدة مرة أخرى تعادل العلاقات وأن لا تتدخل بعض الأحزاب السياسية الموالي لدولة أخرى وخاصة أيضا بعض الفصائل المسلحة في ضرب مناطق بيقلب كردستان هذه المطالبات أكيد هذه المقاطعة الديمقراطية سيؤثر كثيرا على العملية الديمقراطية على العملية السياسية وخاصة الوزن الديمقراطي الوزن الكبير والثقيل هم على مستوى عدد مقاعد البرنامان أيضا على مستوى حكومة خليم كردستان وأيضا على مستوى الدبلوماسي الذي يتمتع به الحزب الديمقراطي الكردستاني نعم انضم معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني يا سيد وفا غانم شكرا لنظامك معنا في الرئيسة اشتركوا في القناة